ستقوم ثماني شركات لصناعة السيارات باستدعاء أكثر من 12 مليون سيارة في الولايات المتحدة بسبب عيوب في وسائد هوائية من إنتاج شركة تاكاتا لوجود عيوب في 14 مليون وسادة في السيارات على مستوى الحالم الشركة فيات كريسلر هي واحدة من ثماني شركات لصناعة السيارات قالت إنها بصدد استدعاء أكثر من 12 مليون سيارة في الولايات المتحدة بسبب عيوب في وسائد هوائية من إنتاج شركة تاكاتا اليابانية وقررت فيات كريسلر استدعاء أربعة ملايين سيارة وقالت الشركة إنها تقوم أيضا باستدعاء 39 ألف سيارة بيعت خارج الولايات المتحدة فيما يتعلق بعيوب وسائد تاكاتا وتركز الاستدعاءات الجديدة على الوسائد الخاصة بالمقاعد المجاورة للسائق بينما كانت الاستدعاءات السابقة تتعلق بكل الوسائد الأمامية وتقوم شركة هوندا موتر اليابانية أيضا باستدعاء أربعة ملايين ونصف المليون سيارة في الولايات المتحدة وأبلغت تويوتو موتر السلطات التنظيمية الأمريكية بأنها بصدد استدعاء مليون وخمسة وستين ألف سيارة في حين تستدعي سوبارو نحو أربعمائة ألف سيارة بسبب اكتشاف عيوب في الوسائد الهوائية بتلك السيارات واستدعت شركات سيارات في أرجاء العالم من قبل نحو خمسين مليون سيارة فيما يتصل بعيوب وسائد تاكاتا بينما قالت وزارة النقل اليابانية إن شركات السيارات سوف تستدعي سبعة ملايين سيارة في اليابان ليرتفع الإجمال إلى سبعين مليون سيارة في أنحاء العالم شركة تاكاتا من جهتها أعلنت في المرحلة الأولى عن أحدث عملية استدعاء وجود عيوب في أربعة عشر مليون وسادة وهو ما يشمل الاستدعاءات المعلنة على الأرجح ويمكن أن تنفجر تلك الوسائد بقوة شديدة وتقذف شظايا معدنية في مقصورة الركاب بالسيارة وتم ربط عيوب الوسائد الهوائية بما لا يقل عن ثلاث عشرة حالة وفاة وأكثر من مئة حالة إصابة في أنحاء العالم والسيارات التي يجلس تدعاؤها صنعت في الفترة من 2002 حتى 2011 وتشمل شاحنات خفيفة وسيارات رياضية متعددة لاستخدامات